بعد هذه الدراسة بيأخذ الخلاصة والنتيجة هلأ مرات إنه الشخص بيبقى بعد الدراسة محتار نتيجة بعض الأمور الغامضة عنده هلأ إذا بقي محتارا هون بيأتي موضوع الخيرة لأن الخيرة عندها الحيرة بس هون كمان مسألة الخيرة مش إنه واحد افترضنا أزهو بديستخير مثلا بيروح بيتقدم لفتاة بيحكي معه وبيحكي مع أهله وبعد شوي بيتفعوا على كتير من الأمور آخر شي بيقولهم بديعمل خيرة شو فتاة بنات العالم هاكي يعني يجي واحد آخر شي يفوت آخر بيعمل خيرة إذا افترضنا هو حاطت براسل وفترضنا بديعمل خيرة نتيجة خيرة لك هاي بيعملها قبل ما يحكي يعمل يعملها إذا كان محتار قبل ما يحكي نتيجة الدراسة عنه بعيد لأنه آخر شي ناس عندهم كراماتهم أنه يجي واحد يفوت على الموضوع ويضلوا والناس يحكوا فيه وآخر شي هلأ هلأ فكرت أنه بك تعمل خيرة ثم أنه عندنا موضوع أيضا يعني موضوع ممكن أن يعني يلجأ إليه بالنسبة للراحة النفسية بالنسبة لما يريده الله سبحانه وتعالى والأفضل عند الله سبحانه وتعالى لأنه واحد مرات بيخاف يعمل خير مرات واحد بيكون محتار يعني ومع احتياره يخاف أن يستخير ممكن واحد يصلي ركعتان تطلع معاكسي لرغب طبث يصلي ركعتان قربة الله يطعالى وآخر شي يضع يا رب هذا الأمر بين يدك إذا كان فيه خير بالنسبة لإليه يسره إذا ما كان فيه خير أنت وقفه ويقدم على هذا الأمر هذه ورد عندنا بعض الروايات وبتريح يعني على مستوى المسار